بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معكم الدكتور أحمد العتوم في سياق حديثنا عن الهاردوير سيكورتي رايحين نحكي في هذا الفيديو عن الموبايل ديبايس سيكورتي والموبايل ديبايس بشكل عام بدهاش تعريف كلنا بنعرفها الموبايل ديبايس هي بورتابل كمبيوتينج ديبايس زي السيليور فون مشهور معروف بيناتنا زي اللابتوب ديبايس البرسونال ديجيتال أسيستنس عندك الديجيتال كاميراس كلها هاي موبايل ديبايس مشان نحافظ على الموبايل ديبايس سيكورتي أي أورجنزيشن لازم تعمل أكوميديشن لهاي الأمور لازم تراعي أي أورجنزيشن أنه في عندنا جروين كيوز أوف نيو ديبايس الديبايس عمالها بتكثر أنواحها بتختلف تتعدد من بندرز مختلفين طريقة الوصول للشغل من الأفراد ومن الموظفين صار يتغير كنا دائما متعودين نستخدم من فريم أو البيزي هلأ الآن كثير من موظفين بقوموا بشغلهم عن طريق الكلاود بدأتراعي المؤسسات أنه في lots millions of apps موجودة وفي قسم كبير من هاي الأبز هو عبارة عن cloud based applications بدنا نعرف أنه دي بيريميترايزيشن صار عندنا فيما يتعلق بالموبايل ديبايس والمقصود فيها إنه المحيط اللي ممكن تشبك فيه مختلف يعني هسا على الموبايل تاعي أنا بشبك مع الشبكة تاعت المؤسسة بشبك مع الشبكة الموجودة في الإنترنت كافية بجوز وأنا بسوق بسيارتي بقدر أشوف شبكات بإمكاني أعمل connection معها وأشبك معها فالمحيط عندنا اختلف صار في عندنا external business requirements external business requirements عندنا بتطلب إنه في مؤسستنا وفي الorganization أحيانا إذا أجانا guests في اجتماعات معين وغيره بلزمنا ندخلهم على الشبكة بشكل smooth لأغراض الورشات أو لأغراض هاي الاجتماعات بنزمنا ندخل على شبكاتنا أيضا mobile devices من contractors أو من ناس إحنا منتعامل معهم أو منشتغل معهم البزنس ويرك تاعنا بدنا نعرف إنه mobile device technology stack فيها مجموعة من الليرز واللي هي عبارة عن four layers mainly أول شغلة إذا نحكي عن hardware layer اللي هي بتشمل application processor بتشمل memory security modules preference، الكاميرا الموجودة بال hardware layer هلو لما بشغل الموبايل تاعك رايح يشتغل عندك إشي يسمى bootloader اللي يبلش يحمل device drivers وغيره وتقدر كمان إنت تعمل دخل initialization code أو pin code الخاص فيك بعدين تب يشتغل عندنا mobile operating system زي الاندرويد اللي موجود على الكوجل أو الاي او اس اللي خاص في أبل وبعد ما يشتغل operating system تشتغل عندك runtime environment اللي بنائيا عليها بتقدر الapplication تشتغل فوقيتها وبالأخير يصير عندك mobile device بالطريقة اللي احنا متعودين عليها زي ما انتم شايفين في الصورة هلأ الموبايل ecosystem بشكل عام إذا نحكي عن موبايل هاي موجود عندنا بالسلايد في الجهة اليسرى اللي مكون من الapplication layer operating system layer firmware والhardware هذا الموبايل بده يصل بالأخير يصل للأجهزة الخاصة بالشركة اللي موجودة هون عندنا في أقصى اليمين أو ما يسمى بالenterprise system لكن الموبايل تاعنا مشان يصل الأجهزة الخاصة بالشركة بيقدر يصل at the same time شغلات كثيرة يعني الموبايل تاعنا كلنا بنعرف انه بصل للpublic app stores بصل للapp stores اللي خاصة في جوجل واللي خاصة في أبل وغيره واللي خاصة في هواوي الموبايل تاعنا بنزل security updates من الفندرز اللي خاصين فيه الموبايل تاعنا ممكن يكون عنده backup و storage موجودة online الموبايل تاعنا بتصل ل notifications من resources برضو موجودة وسيرفزز موجودة على الانترنت قبل ما يدخل الشركة ممكن يدخل through firewall system موجود هون بدنا نعرف ان الenterprise نفسها ممكن يكون فيها enterprise app stores يعني يكون فيه تطبيقات خاصة بالمؤسسة والتطبيقات خاصة بالمؤسسة هي مش بالضرورة تكون منشورة في public app stores زي ما انتو شايفين هون على الشمال المؤسسة هي نفسها فيها email servers بحيث انه الموظف هذا اذا دخل على الموبايل تاعه ممكن يصل لل email server ويقرأ emailاته يصل لل file shares وممكن فايل شيرز ما تكون تحت ال enterprise systems ممكن تكون هي وال email ممكن تكون موجودة على cloud ايضا زي ما بصير بحسابات طلابنا مثلا الموجودة على على one drive خاصة في Microsoft وهل مجرد فمتلاحظوا انه في تحدي كبير خاص بال mobile لانه ال ecosystem زي ما انتم شايفين وهون very large في جوانب متعددة وكلها ممكن تكون هاي الجوانب مصدر للتهديدات اللي ممكن تصير ال App Store معروف هو online repository بنخزن عليه التطبيقات والتطبيقات هاي قسم منها ممكن يكون free زي ما احنا متعودين ولكن في تطبيقات ممكن تكون مدفوعة بشكل عام NIST حددت مجموعة من major security concerns فيما يتعلق بالmanaging و securing mobile devices أول واحدة منهم هاي الموبايل ديبايس تتحرك ممكن تضيع ممكن تنسرك ممكن جهات السيئة تقدر تصلها وتعدل عليها فيزيائيا وبالتالي ممكن انت تستخدم untrusted mobile devices يعني الموبايل ديبايس تشتري مين قل لك انه trusted مين قل لك انه manufactured بطريقة بطريقة آمنة فبالتالي في challenges في هذا الarea الNetwork التي تستخدمها ممكن تكون untrusted ممكن انت تستخدم انترنت موجودة في cafés ممكن تستخدم connections مش secure وبالتالي هاي بتجيب لك تهديدات وبتزيد من surface of threats اللي ممكن تتعرض لها ممكن تستخدم applications created by unknown parties مش معروف المصدر تاح مش authorized مش authentic مش عارف من وين اجت فقط على search engines تلقاها وتعملها download تعملها set up تهديدات ممكن تكون major security concerns تكون مصدر interaction مع high systems المختلفة زي ما شفنا بالسلايد السابق ال content اللي ممكن تستخدم أو تعمله download أو تتعامل معها ممكن يكون untrusted أيضا use of location services زي gps وغيره ممكن تكون مصدر concern أو مصدر security concern بهمك ولازم we need to take care about it طيب خلينا نحكي عن routing فيما يتعلق بال android routing في android هي act of removing restricted mode of operation بحيث ان user authorization get elevated يتم تصعيد ها بحيث ان اقتصل الroot access تقدر تحكم بالoperating system وبالتالي الuser اللي get elevated بحيث انه يكون معها route access بيقدر ينزل services اللي بدي ها يشغل الoperating system اللي بدي ها ويكون عنده full access على الموبايل devices اللي موجودة الاندرويد بيستخدم مصطلح routing بفي حين apple devices تستخدم مصطلح اسمه jail breaking side loading احنا كلنا بنزل الابس من trusted app store زي الخاص بالاندرويد والخاص بال apple لكن بنعرف انه في اابس يتم تنزيلها من مواقع اخرى مع دا trusted app store وبالتالي هاي ممكن تشكل خطر للك لانه ممكن تعمل download لابس تكون غير موثوقة وبالتالي تشكل تأدي لنصير عندك security preach على mobile device الموبايل devices تعرض لثريت سكير ما رح نستعرض هاي لثريت لكن هاي تركت ها لك على السلايد وراح اعمل upload للسلايد لكم على منصة التعليم الإلكتروني من ضمن هاي الثريت تتعلق بال mobile devices delays and security updates عندما تطلع عندنا security updates في اخر عندنا zero day exploits against software وال firmware هاي zero day exploits إذا استغل ها malicious user ممكن يؤدي لنتائج سيئة الجيل breaking و routing اللي حكينا عنها في السلايد السابق بحيث نصير elevation لل access preferences بحيث نصير معك route access أو admin access بحيث تقدر تعدل على الصلاحيات التي تمنحها operating system وتنزل بالذكية وتمنع اللي بالذكية فيما يتعلق هاي كلها risks اللي علاقة بالتكنولوجي لكن في risks اللي علاقة بال mobile apps اللي بتنزل عندك على جهازك ممكن تكون from untrusted parties ممكن يكون فيها vulnerabilities في عندك كمان threats تتعلق بال networks rug cellular space stations يعني ممكن يكون عندك بس wifi stations مخادعة فقط تغريك انك تشبك فيها وبعض هم بيسمو هاي wifi stations بسموها free wifi access فانت مجرد تعمل تسير على الموبايل تاعك تلاقي free wifi access بيجي لبالك ويقول اوكي خلينا نروح من هذا التكنل وبدك تعرف انه هذا التكنل غير آمن بليس تعرضوا باقي النقاط اللي موجودة بالنسبة للموبايل device technology stack الشركات بتدرك انه كثير من الدفايس موجودة وبالتالي اذا حد جاب device وشبك مع اجهزة المؤسسة لازم IT يعمل establishment ل configuration guidelines لطريقة شبك هاي الاجهزة ويتأكد انه نازل عليها antivirus مثلا على سبيل المثال يكون في required security controls موجودة اذا كان متطلب عن الشركة كمان انه هاي الموبايل devices يتم شبك مع الشركة عن طريق الVBN لازم عملية configuration بالفعل ينزل VPN client على الموبايل واي communication بين هاي devices وبين المؤسسات او بين الشركات ما يتم اللي عن طريق الVBN اذا كانت هاي واحدة من ال requirements هلا عادة الdevelopers للapps بيرفع الdevelopers على app store ويكون ال user interested انه حاول يحصل على هاي الاب من app store لكن ايش دور administration هون بيكون لما بيكون في app موجود على app store لازم يصير عليه analysis يتم تحليله عن طريق استخدام automated tools اذا في vulnerability بيتم اكتشاف ها ومش بالضرورة انه تم تحليله عن طريق analyzers و services ممكن حتى يصير بشكل مانيوالي فنيين يعملو testing ويعملو inspection بيطلع من ضمنهم من ال inspection reports بتروح ل editors بيقيم النتائج طلعت من inspection وبالتالي هذا الاب اما بيصير عليه approval او rejection اذا صار عليه approval الاب بيقدر الوزر يعمله download ويقدر يستخدمه otherwise هذا الاب مفروض يعتبر unsafe واستخدامه يكون غير مسموح في ال VPN كلكم بتعرفوها virtual private networks بتأمن لك اتصال مشفر وآمن بين طرفين على الانترنت اي على شبكة غير آمنة شبكة الانترنت بشكل عام غير آمنة وبالتالي انت لما واحد موجود مثلا في الاردن على سبيل المثال بدي يحكي باتصال آمن مع كمبيوتر او مع واحد في امريكا في قرى اخرى كويس الا استخدام الانترنت بشكل عام غير آمن على الطريق ممكن يصير عليه عمليات تصنط عمليات حد يقرأ رسائل يشوف اللي فيها ممكن يعملها manipulation فالآن لو صار الاتصال بين السورس اللي موجود في الاردن مثلا على سبيل المثال واللي موجود في امريكا عبر ال TPN هاي الاتصال رح يوفر secure tunnel او بمع معناه خط آمن مشفر بين الطرفين بحيث انه اللي على الطريق ما يقدروا يشوف التفاصيل اللي موجودة في هذا الاتصال بشكل عام موبايل نتويرك بروتوكول سيرفيس لازم تضمن انه الاتصال يكون انكريبتد بين الطرفين باستخدام اما secure secret layer او الSSL او باستخدام ال IP sec والاثنتيكيشن يتم عن طريق two layers اول شغلة انه انا جهازي بدي احكي مع مع مؤسستي او مع شركتي يتم عمل للجهاز نفسه للدفايس يعني محوله يدخل مع الشركة بعد ما جهازي يعمل مع الشركة لازم يكون في level ثاني على مستوى اليوزر مين بيستخدم الجهاز احمد الاعتوم او احمد الاعتوم ايش اليوزر الممنوع تمام وايش الصلاحيات الممنوح عليها شو بيقدر يساوي احمد الاعتوم بعد ما استخدم هذا الدفايس وطبعا ممكن نضيف سيكور فيما يتعلق باستخدام الموبايل ديفايس السايت تشنل اتاك بيحاول يحصل على معلومات عن البريفت كي او عن مفاتيح التشفير او عن غيرها عن طريق الليكيج من الفيزيك كريبتو سيستم زي المستخدم في التشفير ال ال باور كونسومشن اللي بيستخدم طبعا هاي عملية اتاك عملية معقدة لكن بشكل عام الهدف منها معرفة البريفت كيف وممكن الاتاك سيتصير اذا بالذات اذا صار في عندنا فيزيك على الموبايل ديبايس وصار في حوزة الهاكر بشكل فيزيي ال سكرين لوك الكل بيعرفها انه بعد تايم كونفيجر بتسكر الشاشة وبيصير ما حد يقدر يفتح الموبايل ديبايس الا باستخدام بصمة او بين كود وهذا بضيف لير اضافية من السكوريتي على الموبايل ديبايس الدبارتمنت حكت عن لست من اللي ممكن تصير نتيجي لل موبايل ديبايس في حوزة الهاكر مثلا بيقدر يعمل سبستيتيوشن او او كومرميز بلوتوث هيتس تفاسيليت لإيف ستروبينج وبتالي يصير يتصنط على المكالمات اللي بتصير على هذا الجهاز يعمل ريبايسمنت لل سيم كارد اللي موجود في الفين ديفايس يعمل بروت فورس اتاك في محاولة يعرف البن نمبر يعرف يعرف كيز مفاتيح تشفير برايفت كيز غيره بيحاول يعمل وهاي شائعة جدا انه ممكن الهاكر يعملها يعمل اخذ الموبايل فقط ممكن ينزل تطبيق لاغراض انه يتجسس عليك يقرأ داتا من عندك وظل يرسلها لمصدر معين او لجهة معينة مجرد ما نزل الاب او مجرد ما استخدم الاب وحطه في USB باستخدام انفكتد كمبيوتر بينتقل هذا الاب لهي الديفايس وبالتالي بيكون الموبايل ديفايس تعتك انفكتد من ضمن الشغلات اللي ممكن يقع فيها الناس انه انت تحاول تشحن تشحن جهازك تستخدم USB الى اغراض الشحن لكن USB هذا اذا كان فيه انفكتد ديفايس برضه ممكن يكون سورس او تريت للديفايس